لو حابب تتفرج على ملخص المسلسل بالتفصيل هتلاقيه في اللينك اللي فوده دي حنان ست متجوزة ومخلفة عيلين هما ياسين وفرح جزها مات وبدل ما هي تاخد الوساية على عيالها قانون الوساية بيقول ان بعد الاب بتتنقل الوساية للجد اللي هو ابو الاب المتوفي وطبعا ده شيء مش طبيعي لانه ما بيديش الام اي سلطة على عيالها ولا سلطة مالية ولا سلطة تعليمية يعني لو عايزها تتصرف في اي فلوس تخص عيالها ما تقضيش لازم الواصي هو اللي يتصرف وكمان الواصي ما يقضيش يتصرف كده بمزاجه لازم يجع لحاجة اسمها المجلس الحزبي يعني لو عايز يبيع اي ملك يخص الاولاد الايتام لازم يروح المجلس الحزبي ويقدم طلب ويمشي بيوتين بقى وحليني عبال ما يوصلوا لحل وبينزل واحد من المجلس الحزبي ده يعين الملك ده ويدي له سعي ولازم يبيع بالسعي ده مش اقل منه كمان يعني لو العيال كانت محتاجة عملية مستعجلة مثلا يستنوا شهور عبال ما يعرفوا يتصرفوا في املكهم ودي من احسن الحاجات لنقشها المسلسل وكمان الوصاية التعليمية بتبقى في ايد الجد اللي هو الواصي بيغم ان امهم هي اللي مهتمة بالعيال وهي اللي بتزكيلهم وعيفة ايه القافية بالنسبة لهم يعني لو عايزة تنقلهم من مديسة المديسة ما تقضيش من غي اذن الواصي وهي حنان كانت ممكن تستحمل ده كله عادي بس ده في حالة انها تكون عايشة مبسوطة هي وعيالها بس الاسف ده هي كأنها ما كانتش عايشة اصلا جد العيال ما بقاش يصيف مليم على العيال حتى اجار الشقة بتاعتهم مش عايز يتفح وغصبه من الو يعيشه معاه هو ومياطه وابنه الشحط صالح اللي قاعد معاه طب هو ينفع واحدة زي حنان تاخد يوحيتها في بيت فيه اتنين يتجالة اغراب عنها لأ وكمان اللي زادت طين بله صالح اخو جوزها ده حط ايده على مايكي بجوزها اللي كانت بتطلع لهم ايشين كويسين وبقى يشتغل هو عليها وبيسيق مال اليتامة ويحطه في جيبه وما بيديش حنان الا مرالين وفوق ده كله ست العيال بقى تتصرف بمزاجها في العيال يعني حنان دخلت عليها في مرها لقيتها بتقص شعر فرح بنتها وهي لسه بنت صغيرة من غي ما تقول لحنان حتى لأ وكمان جد العيال بقى ياخد الوادي ياسين من مديسته ويخليه يشتغل معاه في الوايشة ويقول لحنان بلى تعليم بلى نيلا يعني اللي خده شهادات عمله ايه خلي الوادي يتعلم له صنعة في يده لأ وكمان الوادي يعني في مرها وهو شغال في الوايشة مع جده وكان محتاج عملية كمان فطبيعي انها ما كانتش هتقدر تستحمل كده وكانت لازم تطفش منه الشهر ويديت انها طهية فعلا من اسكنديية هي وعيالها ويروح الدميات ويديت تأجر شقة هناك كمان وكمان ايديت انها تخلي شوية صيادين كانوا شغالين مع جوزها يجيبوا لها المايكب لحد دميات ويديت كمان انها تدهن المايكب قبل الصبح ما يطلع عليها عشان عايفة ان صالح هيبلغ عنها اكيد وده اللي حصل فعلا وصالح بلغ عنها واتهمها هي بسيئة المايكب وحنان كانت خطتها انها تشتغل على المايكب ده كم شهر كده لحد ما تمسك ايشين كويسين تقدر من خلالها انها تزور بطايق لها ولعيالها بحيث من خلال البطايق الجديدة دي تقدر تعيش حياتها بمزاجها وتبقى هي الواصي على عيالها بس الخطة ما كانتش سهلة اولا كانت محتاجة فلوس كتير عشان تعمل موضوع البطايق ده تاني حاجة شغلانة المايكب منسهلة ومحدش هريده يشتغل على مايكب يعرسه ووحدة ست فكانت حنامه اضطرق انها تجيب ناس محدش بيشغلهم خالص في المينة كلها زي عم ربيع رياجل الكبير اللي ما بقاش يقدر على شغلانة البحر اصلا بس هو ما بيعرفش يشتغل شغلانة تانية وهو حزس انه لو بيعد عن البحر يموت وكمان بقى شوية عيال سمعتهم سبقاهم محدش بيشغلهم اصلا عشان اللي فيهم بتاع نسوان واللي فيهم بيبلبع بيشام واللي فيهم حرامي بس حنام ما كانش قدامها حل تاني غي انها تطلع مع حمدي وعيد ويشنه وعم ربيع وطلعت معاهم البحر فعلا عشان تجيب يزقها ويزق عيالها وخلت الوادي ياسين هو اللي يفضل مع فايا حخته وعلمته ازاي يهتم بيها وكمان ازاي يحضر لها رضعة ويحطها في الببيونة وازاي يغرر لها وكل الكلام ده المهم بعد اما طلعوا يصطادوا الدنيا ما كانتش احسن حاجة لان الايال كلها كانت مستقلة بيها ومحدش فيهم حابب انه ياخد تعليمات من واحدة ست بس هي حاولت تماشي الدنيا على قد ما تيضع وكمان وجهتها مشاكل تانية زي انها نسيت تحط جاس في المايكب بس اديوا انهم يتصرفوا واستلفوا جاس من المايكب تاني في عريض البحر وحنان ما كانش معاها فلوس تدفع فعم ربيع هو اللي ضمانها وكمان بجملة البلاوي اللي فوق دماخها الوقت حمدي كان عايز يفتح كلام معاها ويلغيها بس هي صدته وما بقيتش حاسة بالامان خالص بس في الاخر ربنا كرامه مصطد وصيدة حلوة بس الدنيا مش بتحلو الحنان كده بالساهل لان بقى عندها مهمة تانية مهمة تبيع السمك وكان في بيع في الميناء اسمه السيد عايز يضحك عليها ويشتيه منها طولة الجنباي اللي بتتبيعها قال حاجة بألف وتسعمائة جنيه عايز يشتيها منها بألف وخمسمائة جنيه فهي كان صعبان عليها مجهودها ده كله يضيع الفاضي وقالت هتبيع السمك هي مش هتحتاج تبيع اللي تاجي جملة وبعد ما كانت هتبيعه كمان وبسعي كويس السيد ما ساباش في حالها وقال للناس اللي بتشتيه ده جنباي مزايع فالناس محدش يدي يشتيه منها والجنباي كان هيبوز فعم يبيع لها نيوح اتكلم مع السيد واخليه يشتيه مننا الجنباي ونخلص بدل ما يبوز بس السيد قاعد يتقيق عليهم وقال لهم مش هشتيه جنباي مزايع ولو هاخده هشيله على ألف جنيه للطولة فهي بالعند فيه قاعدت تنده عالجنباي بتاعها وقالت عليه انه جنباي مزايع وبعيته الطولة على ألف ومئتين جنيه ولا انها تبيع للي اسم السيد ده ده كله وصالح مش عايز يسيبها في حالها وعايز يعرف مكانها عشان يسيق منها الماكب بس هي كانت بتاخد حزيها على قد مطيدة وكل ما هو يحاول يوقعها في فخ هي كانت بتتفاداء وطلعت تاني مع البحرية عشان يصطدق وحمدي التاني ماريا كان عايز يتحيش بها وهي نايمة بس هي قامت على آخر لحظة وتاني يوم الصبح حزيته لانها شكت ان هو اكيد اللي هيعمل كده مش حد تاني وهم بيصطدوا بقى وعشان قلت الصيادين كانت هي بتساعد معاهم بس الشبك لف على يجليها وعورها جامد واضطروا ينقلوها على المستشفى وتعالجت الحمد لله وقامت بالسلامة بس للأسف الجنباي اللي استدوه مات قبل ما يتباع ان السيد حطاها في دماغه خلاص ومنع مصانع التلج يتعاملوا معاها وكمان لما جدت بيع في السوق هو قام باع بضاعته على 700 جنيه ومحدش يدري يشتهي منها ومات الجنباي وشقاها وتعابها راحها الفاضي لأ وكمان حمدي وشن وعيد سابوها ومشي ولما قالت لهم هبقى تديكو وجريكو المريا الجاية بس عمري ربيع الليها ما تخفيش في حل بإذن الله والحل كان انهم هيستلفوا فلوس من واحد بيسلب فلوس بس بياخد فلوسه اتطاق طويل يعني هيديها 20 ألف جنيه هياخدهم بعد سبعين 35 ألف جنيه وهي وفقت على كده وقالت عشان ما تبقاش تحت رحمة السيد قررت انها مش هتبيع في السوق خالص ويديت تلاقي محل كده بتاع واحدة ستة عرفت عليها ويديت تقنحها انها تشاركها ويفتحه مطعم ومحل بيقى للأسماك والستة فعلا رفت وطلعت حنان ويديت انها تستطى صدا حلوة ومش جنبايه بس لأ وكمان اسماك مختلفة وربنا بدأ يفتحها عليها بس الوقت حمدي مش ناوي بطل نجاسي وحب يستفرب بيها واستغل انشغال باقي البحرية تحت بالسمك ومشغالين أغاني بصوت عالي وحاول يتحرج بيها المرياضي وهي صحيح بس هي حاولت تهرب منه وقالت تنادي علي الجالة بس ولا حياتها لمن تنادي لحد دم خلاص كان حمدي قرب يتهجم عليها ومسكها فهي ما حسدش بنفسها غير وهي بتدب السكينة ببطن ولما بقى يتجالة طلعت وفهمت الحكاية قاموا نقلوه على المستشفى وعم ربيع علوم يقولوا ان تعور عادي من المايكب بس عيد أم بلغ وقال لحمدي استغل الفرصة براحتك هي دلوقتي تحت سنانك وحمدي استغل الفرصة فعلا وكان عايز ياخد المايكب كلها بس عم ربيع قدر يقنعه انه ياخد نص يزق المايكب بس وحنان وفقت وهو ما كانش قدامها حل تاني ولو دخلت اسم وخده بطاقتها كل حاجة هتتعيف وهيتعود عليها وبقت مضطرة انها تدي الحمدي نص يزق المايكب طول ما هم مشغالين لأ وكمان حمدي بقى عامل فيها ريس زي وزيها بس هي قالت تعدل يومين دول لحد ما تخلص موضوع البطاقة وزاعتها يحلها ألف حلال وربنا كرامها وجالها واحد عنده أربع مطاعم سمك وطلب منها طلبية سمك كبية جدا وبمبلغ جامد جدا فحنان طبعا وفقت وكمان اديت انها تتفق مع شوية صيادين تانيين انها تشتهي منهم السمك اللي هيصطدوه واديت انها توردت طلبية وكسبت ارشين حلوين بس الحلو ما بيكملش لانها يجرت في يوم البيت لقيت ياسين مش في البيت لا هو ولا فرح وطلعت لقيته بيلعب في الشايع مع العيال كورة وسايبه خطوه فقعدت تهزه وتضيابه وكمان مسكت الكورة قطعتها وهو كان يوحه في الكورة فقال لها انا بكرهك وسبها وهيب وكان هريوح لعمه صالح وفعلا ييكي بالقاطي وكان ياجه اسكنديريا وحنانو اختها قاعدوا يدوروا عليه بس الوقت كان وصل لصالح خلاص وبراهيم جوز اختها شاف ياسين وصالح واتفق معاهم انه يوصلهم بعربيته بس اول مصالح نزل من العربية وبراهيم تلعب العربية ويجع الواد لهم وبعد كده حماها مات فالمفروض الوصارة تتنقل لها بقى بس صالح ما سابقاش في حالها برضو وقدم طلب هو كمان انه هو اللي ياخد الوصارة وقال كمان انها حرامية وسيئة المايكب ومش امينة على فلوس العيال ومش عايفة مصلحتهم فيه ولما حنان عيفت انها هتخش في قوادي ومحاكم وسكة طويلة قامت يجع التاني دمياط بس المرياضي بقى صالح عيف مكانها ويرح جاب يتجالها وكان عايز يسيع المايكب كده عيني عينك بس حمدي وعم ربيع وحنان دفعوا عن المايكب وادهوا يمشوا صالح ويتجالته بس عم ربيع مات فيها وبعد اما عم ربيع مات حنان حكت لحمدي وشنه ويعيد على قصتها كلها فهم قالوا لها وإحنا يتجالتك ومعاك فيه اللي تطلبيها يا ريسة وكمان اكترحوا عليها انهم يخشوا في الغميء المرياضي ويصطادوا الجنبية الفيولة وساعتها تقدر تسدد كل ديونها وتكمل تمن البطاقة وتهيب وتعيش براحتها بس صالح ما كانش سايبة في حالها وكان واقف لها بالميصاد بس هي ايديت انها تتفق مع الصيادين اللي بتتعامل معاهم انهم يزنقوا على المايكب اللي صالح اجرها عبال ما هي ما تخلع منه ويديت فعلا انها تخلع ويجأ صالح افاي اما يعيش بس لقى السيد واقف وفهم منه كل الحدوتة والسيد قال له سبها لنا بقى لحسنا انا مفقوع منها اكتر منك وحنان والبحرية صادوا الجنبية الفيولة وكانوا يجعينوا مبسوطين بس الحلو ما بيكملش على حنان ابدا لانهم لما يجعوا المينة لقوا الكمين منصب لهم فحاولت حنان تستخبر حدا ما يفهموا في ايه والسيد كان مجمع كل الجنبية في المينة وحكى لهم الحدوتة وقال لهم ان فيه واحدة بتطلع مع البحيية وتصطاد وده ضد عدتهم وتقالدهم والبحيية حاولت تنكي في الاول بس الشيخ الصيادين قال لهم خلاص اطلع افاتش انا بنفسي ولو كلامكو صح اللي قال الكلام ده يتحاسب فحنان قامت طلعت وقالت لهم فيها ايه يعني لما اطلع اجيب يزعيالي بنفسي قالوا لها ما عندنا ستات تطلع مع الجنبية البحر والله اعلم بقى كنت بتعمله ايه جوه قالت لهم انا خليت حد يطلع على المايكب ويجيب لي يزعيالي بس طلع ضلالي وما كانش بيديلي اللي فتفيت اللي مقومكو علي ده صالح اخو جوزي الله يرحمه بعد اما جوزي ما مات خد المايكب وشغلها لحسابه وما كانش بيديني اللي ملاليم صالح حاول يهد الدنيا ويمشي الناس ويقول لهم هي خلاص اعترفت بغلطتها ودي مشكلة عائلية ونصلحها مع بعضينا بس السيد ما كانش ناوي على خيه ابدا وقام مهيج كل يجالة اللي في المينا عليهم وقال لهم المايكب دي نكسى يجالة ولو فضلت في المينا ما نبقاش يجالة وطلعوا وقاموا ياموا الجاز على المايكب وعايزين يولعوا فيها ومهما حمدي وشن وعيد وحنان دفعوا عن المايكب كان بايد وعدل اللي في المينا كتير جدا حتى صالح ما قديش يعمل حاجة وقاموا وولعوا في المايكب فعلا وحنان ما بقيتش مصدقة ان خلاص كده يزعيالها ضعف ما فيش حتى صالح ما كانش نفسه الامو يتوصل للدرجات دي وحنان ما بقيتش عايفة تعمل ايه بس كل اللي حواليها ساعدوها والبيت دلالة ديت لها حتة الدهب اللي حلتها والاستاذ زكريا كمان ادها الفلوس اللي كان ما حوشها وحمدي وعيد كمان الدولار كل الفلوس اللي معاه حتى شنه ادها سلسلة امه وجمعوا لها الفلوس اللي تخليها تدفع تمن البطاقة وتسافي بقى في اي حتة بعيدة عن صالح خالص وقرف ومشاكل وخدت الفلوس فعلا ويوحت للي اسم شعبان ده وقالت له خد الفلوس اهيه وقالت البطاقة بس قال لها لأ خلي فلوسك معاك وكمان خدي فلوسك اللي انت ديتهاني اهيه وملكيش بطايق عندي قالت له ليه عم انت وقام مويها الفيديو بقى اللي المايكب فيه بتتحيق وشكلها كان طالع فيه ووشها كمان كان باين فيه وقال لها انا لو اديتك البطاقة انا وانت هيتقبض علينا فالاحسن تاخذي فلوسك وتمشي بعيد عنه لانك كده كده خلاص هيتقبض عليك وما بقيتش عايفة تعمل ايه فحاولت انها تهيب من ضميات خالص وبالفلوس اللي معاها دي تبدأ حياة جديدة في السويس بس للأسف اتقبض عليها في كمين وصالح اخيا يابنا هداه وعمل اللي كان مفهود يعمله من زمان ونزل يشتغل بحيئة زيه قادي كان هيحكم عليها خلاص بس هي قالت له انا عايز اقول حاجة يا سياد القادي انا مش عايفة انا عملت ايه غلط انا كل اللي عملته ده كان عشان مصلحة ريالي والله ما هو اصل ما حدش هيهتم بريالي زيه ولا حد هياخد باله منهم زيه وانا مش عايفة انتو هتدو ريالي مين بس في حاجات لازم اقولكو عليها اصل ياسين لو صح من النوم ما لقاش لمبة من نوايا بيتفزع وما بيجلوش نوم لمدة يومين وكمان الملوخية بتعمله اسهال والكورة اصل هو روحه في الكورة مش مهم عنده اي حاجة تانية غير الكورة وفرح هي متعبة شوية في نومها وكمان بيجي لها وجع في بطنها وما بتهداش غير لما بعمل لها القراوية وانا مش عايفة بقولكو الكلام ده ليه بس انتو لازم تقولوا الكلام ده للي هياخد العيال بس القادي قال لها ده مش كلام قانوني وانا هنا مش بتكلم غير بالقانون وبس وقام حكم عليها بسنة سجن مع الشغل والنفاذ وهي ما بقيتش مسدها اللي هي فيه ولا ايه اللي حصل لها ده وزكريا قال لها انا هستناكي لحد ما تطلعي واختها قالت لها ما تخفيش انا هجيلي كل زيارة وصالح قال لها ما تخفيش على العيال ياسين هيروح المديسة ومش هخلي نفسه في حاجة هو وفرح وهعمل لهم كل اللي هم ما عايزينه وكانت خلاص طلعة تيكب عربية الطيحلات بس ابنها ياسين جي عليها وعايز ييوح معها السجن وقال لها مش اقضى ياسيبك مش هتبقى انتي وابويا وهي تقول له لا مش هينفع يا حبيبي حتى لو هم وافقوا انا مش اوافق اختك محتجالك دلوقتي انت دلوقتي اخوها وابوها وامها خلي بالك منها ومشهد مؤسي جدا وكل عياط وكان طبيعي ان المسلسل يخلص بالنهاية الحزينة دي عشان القائمين على قوانين الوصاية دي يعدلوها بما فيه يحمى شوية بين امهات لان ما ينفعش الام اللي حملت ويدعت وشالت ويبت ويهتمت ما يبقاش لها اي وصاية على عيالها وبلا قد نشك المسلسل ده يعتبر هو واحد من افضل المسلسلات في يومدان السنة دي لأ وكمان يعتبر من افضل المسلسلات اللي اتعاملت عموما في الكام سنة اللي فاتوا والقائمين على العمل ما استسهلوش في اي حاجة وكان عندهم اهتمام جامد بالتفاصيل والاخراق كان حلو جدا والموسيقى التصوية كانت تحفة والديكور واماكن التصوية بتعيشك فعلا في الاحداث والتمثيل جامد جدا من كل الممثلين حتى الطفل ياسين وكمان البنت فرح دي اديوا انهم يطلعوا منها شغل جامد وكمان اديوا يسيطيروا عليها في لوكيشن التصوية بصراحة شابو لكل صناع العمل يستهلوا التحية والتأديل وبيغلص الفيديو على كده فلو اعجبك الفيديو منساش تعمل لايك وشيو سبسكريب ودعمني كومنت عشان اكمل ولو ما عجبكش الفيديو منساش تعمل ديس لايك وشيو سبسكريب بويدو بس اعبني كومنت عشان ابطل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة